اهلا بكم سأكون معكم في كورس ياريد في هذا الكورس سوف نتعلم لغة تحليل البيانات ضمن بردامج Power BI تم التصميم هذا الكورس بشكل أساسي لكل أشخاص الذين يعتمزون على Power BI لعدد الرسوم البيانية والجداول المخططات التي تنطوي على بيانات معقدة سوف يساعد هذا الكورس جميع الأشخاص الذين يستخدمون Power BI بشكل منتظم لتحليل البيانات كما سيستفيد من هذا الكورس أيضا جميع الأشخاص الذين يستخدمون Power BI لتحليل البيانات بغرض أعداد تقارير أو اتخاذ القرار يعتبر هذا الكورس هو أمثلات البرنامج Power BI لذلك استحسن على الشخص أن يكون على الطراع بهذا البرنامج لا يتطلب الخوض في الداكس أي معرفة مسبقة في دالة الإكسل برنامج Power BI مصمم ليساعدك على إنشاء تقارير تفاعلية جيدة دون الحاجة إلى قدرة فنية كبيرة ومع ذلك الاستفادة الكاملة Power BI يجب عليك تعلم لغة الداكس وهي لغة تستخدم لإنشاء معادلات ضمن Power BI بعض معادلات الداكس تشبه معادلات الإكسل ومع ذلك فهي مصممة للتفاعل مع البيانات بطريقة مختلفة يحتوي الإكسل على بيانات غير منظمة يعني ذلك بأنها غير منظمة بأي طريقة مسبقة ويمكن أن تحتوي الخلايا على أي نوع بيانات في Power BI يتم تنظيم البيانات وتحتوي على جداول تتكون من أعمدة تم تصميم Power BI للتعامل مع هذا النسق المنظم من البيانات داكس هي اختصار Data Analytics Expression تعبيرات تحليل البيانات وهي حقيبة من المعادلات والعمليات التي يمكن دمجها للوصول إلى نتيجة معينة تم استخدام داكس في العديد من المنتجات Microsoft مثل Power Pivot و SaaS و Power BI والإكسل داكس ليست لغة برمجة بل إنها لغة تحليل البيانات لغة صيغة تسمح للمستخدم بتحديد الحسابات المخصصة ضمنه Calculated Column والمشورس هناك بعض أوجه التشابه بين معادلات الداكس و معادلات الإكسل وهناك اختلافات محددة أيضا فيما يلي أوجه التشابه بين معادلات الداكس و معادلات الإكسل بعض معادلات الداكس لها نفس الاسم و نفس السلوك العام لمعادلات الإكسل يحتوي الداكس على معادلات بحث مشابهة للتي موجودة في الإكسل لا يمكن استخدام معادلات داكس في صيغة الإكسل ولا يمكن استخدام معادلات الإكسل في صيغة داكس بدون إجراء التحديدات المطلوبة لا يمكن استخدام معادلات داكس بصيغة إكسل ولا معادلات إكسل بصيغة داكس بدون إجراء التعديلات المطلوبة تأخذ معادلات الإكسل مرجع خلية سيلس ريفرنس أو نطاق من الخلايا تأخذ معادلات الإكسل مرجع خلية سيلس ريفرنس أو نطاق من الخلايا كمرجع تأخذ معادلات الإكسل مرجع خلية سيلس ريفرنس أو نطاق من الخلايا رينج كمرجع لا تأخذ معادلات الداكس خلية أو نطاق من الخلايا كمرجع بل أنها تأخذ عمودا كاملا أو جدولا كاملا كمرجع لها لا يحتوي الإكسل على أي معادلة يقوم بإرجاع جدول يمكن للعديد من معادلات الداكس بسهولة الإشارة إلى الأعمل الكاملة أو جدول بسهولة الإشارة إلى الجداول والأعمل الكاملة يمكن للعديد من معادلات الداكس الإشارة بسهولة إلى الجداول والأعمل الكاملة لإجراء العملات الحسابية وإرجاع جدول أو عمود من القيم أين تكتب معادلة Dax تكتب معادلة Dax في ثلاثة أماكن Calculated Column Mushrooms و Calculated Tables Calculated Columns له عدة خصائص أولا يتم إنشاء عمو جديد ويضعف إلى قاعدة البيانات يقوم بتنفيذ المعادلة سطر بعد سطر أي يمر ضمن جميع الخلايا يمكن تغيير نوع الحساب واختيار Sum Median Average Maximum Minimum يمكن إنشاء معادلات بين أعملة الجدول الواحد فقط يتعامل مع الأعملة بشكل مباشر لدينا هذا المثال لدينا هذا الجدول يعبر عن عدد الذكور وعدد الإناث في كل محافظة لنقوم بإنشاء المجموع الكلي لعداد الذكور وعداد الإناث نقوم بتصمية المعادلة Total يساوي Cover وهو اسم الجدول Total Mail زائد Cover وهو اسم الجدول أيضا Total Female فعند تطبيق هذه المعادلة يتم إضافة عمو جريد للقاعدة البيانات وسمى Total كما سميناه مسبقا ويقوم بتمرير المعادلة سطر بعد سطر المشورس له عدة خصاص لا يتم إنشاء عمو جريد بل هي عملية حسابية تظهر الناتج فقط لا يقوم بحساب معادلة الداكس سطر بعد سطر فقط يظهر الناتج الكلي لا يمكن تغيير نوع الحساب لا يتعامل مع الأعمدة بشكل مباشر فيجب إضافة معادلة يمكن إنشاء معادلات بين أعمدة المختلف الجداول لدينا هذا المثال نفس الجداول السابق سنقوم بحساب مجموع الكلي لذكوره الإناث باستخدام المشورس نسميه أيضا Total يساوي sum عمود TotalMail زاد sum عمود TotalFemail كما قلنا سابقا المشورس لا يتعامل مع العمود بشكل مباشر بل يجب أن نضعه ضمن المعادلة التي نريدها وهنا نريد المجموع فلذلك فنضع عمود TotalMail ضمن معادلة السام وزائد ونضع عمود الفيميل ضمن معادلة السام أيضا والناتج يظهر لدي المجموع الكلي فقط الCalculatedTable عبارة عن جدول جديد ينتج عن جدول باستخدام معادلة ترجع الجدول سوف نتعمق في المعادلات المحسوبة في فصل معادلات الجداول الآن سوف نأخذ الفرق بين المشورس والCalculatedColumn متى نستعمل المشورس ومتى نستعمل الCalculatedColumn نستخدم الCalculatedColumn عندما نريد إنشاء عملية حسابية ونتوقع أن نقوم بتغيير نوع المجموع متى نستخدم المشورس نستخدم المشورس عندما نريد إجراء عمليات معقدة أو معادلات معقدة ونستخدمها أيضا عندما نريد إنشاء معادلة حسابية تظهر للمجموع فقط المساحة واستخدام وحدة المعالجة المركزية عند استخدام الCalculatedColumn فإنها تؤثر على حجم البيانات أي توزيد حجم البيانات أما المشورس فهي تستهلك من وحدة المعالجة المركزية البروسيسور بشكل افتراضي نحن نقوم باستخدام المشورس مثلا هنا بهذا الجدول الCalculatedColumn يقوم بتمرير معادلة الداكس سطر بعد سطر أما المشورس فيقوم بحساب المجموع الكل فقط الداكس أوبيراتور تستخدم لغة الداكس العوامل والمعادلات لتقوم بالعملات الحسابية أو التعامل مع النصوص هناك أربع أنواع مختلفة من العوامل في الداكس وهي العوامل الحسابية arithmetic operators عوامل المقارنة comparison operators عوامل النصوص text concatenation operators العوامل المنطقية logical operators العوامل الحسابية لأداء العملات الحسابية الأساسية مثل الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة وتنتج ناتج رقمي مثلا هنا أريد إجراء عملية الجمع بين أعداد الذكور وأعداد الإناث كذلك عملية الطرح بين أعداد الذكور وأعداد الإناث كذلك يمكنك إجراء عملية الضرب بوضع هذه الإشارة النجمة كذلك التقسيم بوضع العملية الحسابية للقسمة وهي الشريطة المائلة عوامل المقارنة يمكن مقارنة بين قيمتين من العوامل التالية عند مقارنة قيمتين باستخدام هذه العوامل تكون نتيجة قيمة منطقية أما true أو false يمكننا استخدام يساوي أكبر من أصغر من أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي أو لا يساوي في هذا المثال مثلا نريد جمع أعداد الذكور إذا نوع العائلة كانت يساوي الأرتيتسي host community في هذه المعادلة نقوم بجمع أعداد الذكور إذا كان نوع العائلة لا يساوي الأرتيتسي أما هنا نقوم بجمع أعداد الذكور إذا كان عدد الأفراد أكبر من خمسة أما في هذه المعادلة نقوم بجمع أعداد الذكور إذا كان عدد أفراد العائلة أصغر من سبعة أما هنا نقوم بجمع عدد الذكور إذا كان عدد أفراد العائلة أكبر أو يساوي 8 في هذه المعادلة نقوم بجمع عدد الذكور إذا كان عدد أفراد العائلة أصغر أو يساوي 6 أعوامل النصوص استخدام علامة العطف الآن لربط سلسلتين نصيتين أو أكثر لإنتاج نص واحد مثلا في هذا المثال نريد إنشاء عمود جديد يظهر لدي نوع العائلة مع عدد الذكور العوامل المنطقية يمكن استخدام العوامل المنطقية ضمن التعبيرات لإنتاج نتيجة واحدة مثلا يمكننا وضع إشارتين الأند متتاليتين فهي تعبر عن الأند أي يجب أن تكون طرفي المعادلة متحققة لتحقق لدي الشرط أما إن كنت تريد إنشاء معادلة الأور فيمكنك استبدالها بهذه العمودين أما الإن ينشئ شرط الأور يتم مقارنة كل صف بجدول كذلك الإن ينشئ شرط الأور مثلا هنا نريد جمع عدد الذكور إذا كان نوع العائلة يساوي الأطسي أو الأيدب بي تلاحظون هنا استخدمنا معادلة الإن أما هنا نريد جمع عدد الذكور إذا كان نوع العائلة يساوي الأطسي أو الأيدب بي فاستبدال معادلة أور بهذه العمودين نريد جمع عدد الذكور إذا كان نوع العائلة يساوي الأطسي أو الأيدب بي عند إجراء أي عملية من العملية السابقة على أي عمود أو أي قيمة يجب أن تكون القيمتين من نفس النوع إذ أنه يتم إرجاع خطأ إذا تم المقارنة بين القيمتين من نوعين مختلفين مثلا سيتم إظهار خطأ عند مقارنة خمسة وهي إنتجر أي رقم يساوي خمسة وهي كتكست تم وضعها ضمن إشارة تنصيص أي نوعها هو التكست لأن القيمة التي على اليمين هي نص والتي على اليسار هي رقم فيجب الانتباه يجب أن يكون القيمتين من نفس النوع بناء جملة الداكس أولا نقوم بكتابة اسم للمعادلة التي سنننشئها ثم نكتب إشارة اليساوي المعادلات في الداكس تكون مكتوبة بأحرف كبيرة بعد كتابة اسم المعادلة يتبع بفتح قوس مباشرة كل المعلمات متطلبات المعادلة أو البرامترز تكون ضمن قوسين إذا كانت المعلمات متطلبات المعادلة اختيارية تكون ضمن أقواس مضلعة يتم فصل المعلمات بفواصل يتم انهاء جملة الداكس بإغلاق القوس مثلا هنا توتال هي اسم المقياس التي نريد إنشاؤه بعد ذلك يساوي ونكتب اسم المعادلة وهي معادلة الصم بعد ذلك باشرة نفتح القوس بعد ذلك نضع هنا اسم العمود الذي نريد إجراء العملية الحسابية ضمنه وأخيرا نقوم بإغلاق القوس معادلة الداكس التي سوف نأخذها في هذا الكورس سوف نأخذ Aggregation Function المعادلة التجميعية X Aggregation Function معادلة تجميعية متطورة Logical Function المعادلة المنطقية Table Function معادلة الجداول Data and Time Function معادلة التاريخ والوقت Information Function معادلة المعلومات Filter Function معادلة الفلترة والCalculate Function معادلة الحسابية 0%, Energy Systems University 0% Lib exceeding chatting 0% 0% 2% 0% 0%